اشتركوا في القناة اعلنت مصر توقيع اتفاقية مشترقة لحماية تشجيع الاستثمارات مع السعودية هذا الشهر ما قرأت حضرتك أستاذ وائل هذا الأمر وإضا كيف ينعكس على البرصة المصرية؟ في البداية أنا عايزة أقول أن هذه الاتفاقية تأخرت معادها تأخر أكثر من سنة أو سنتين كان فيه بداية استعداد للتحويل ودائع السعودية في مصر إلى استثمارات من سنتين وحصل خلاف في الرأي ما بين حساب سعر الدولار الدولار كانت ساعتها في البنك 31 وكان في السوداء ما بين 60 و70 جنيه فطبعا إحنا هنا في مصر عايزين نحسب الاستثمارات على سعر البنك الرسمي 31 في حين الفرق مع السعود الموازية كان حوالي 100% فتوقفت هذه الاستثمارات دلوقتي بعد التوحد سعر الصرف السوق الموازية زي السوق المصرفية أصبحت الفرصة موازية السعودية لها ودائع حوالي 10 مليار و3 من 10 في البنك المركزي المصري النهاردة فيه اتفاقية تمت بتحويل هذه الودائع إلى الاستثمارات وفي نفس الوقت فيه اتفاقية بإنشاء مكتب للسعودية في وزارة الاستثمار خاص بالاستثمارات السعودية فقط لحماية الاستثمارات ضد أي نزاعات أي صورات أي حروب احنا المنطقة كلها زي ما تشاف فيه توطرات أتوقع أنها تتوقع هذا الشهر هتتم توقيع هذا الشهر خلال شهر أغسطس خلال شهر ونص يتم توقيع هذه الاتفاقية باتفاقية خاصة بإحماية الاستثمارات السعودية في مصر في نفس الوقت إنشاء مكتب للأستثمارات السعودية في وزارة الاستثمار يسهل الإجراءات ويساعد على سرعة إنهاء الترقيص والإجراءات المطلوبة لزيادة هذه الاتفاقية سيد وعيل ما تأثير كل هذا الكلام الإيجابي والإجراءات الإيجابية على البرصة المصرية؟ هيبقى له تأثير إيجابي جدا أنا يمكن يوم الخميس بعد نهاية الجلسة توقعت إنه إحنا نبدأ في موجة جاني أرباح بعد ما وصلنا لمستوى 29400 نقطة قلت عند المستوى ده هنبدأ نجني أرباح وهننزل يمكن ألف نقطة بس ده طبيعي؟ جاني أرباح كان طبيعي بعد الصعود بعد كل الصعودة آه بعد الصعودة إحنا صاردنا من حوالي 25 ألف لغاية 29 ألف مشوار طويل نص الوقع اللي وقعناها إحنا وقعنا من 34 لغاية 24 نصها ردنا دلوقتي فكان لازم لحافز كبير جدا عشان نستمر أعتقد إن هذا الخبر هكون حافز قوي لصعود السوق مرة أخرى آه بعد الإعلان عن هذه الاتفاقية على فكرة عايزة أقول حاجة نحن هنا هنكرر تجربة الإمارات الإمارات في رأس الحكمة عملت إيه؟ جزء من الوداع حولته استثمارات وضخة أموال جديدة أنا بأتوقع نفس النموذج يتم إن السعودية تتنازل عن الوداع تتحاول الاستثمارات مع ضخ أموال جديدة فلذلك حجم الاستثمار السعودي في مصر مش هو العشرة مليار وثلاثة من العشرة الوداع لا هيزيد عن كده بكتير بجانب الاستثمارات الموجودة يعني إحنا أستاذ وائل يعني على أعتاب ولا أمام رأس الحكمة جديد في مصر بس من جانب السعودي من جانب السعودي بس رأس الحكمة كانت يعني استثمار ضخم جدا احنا ما عندناش مساحة تعادي الرأس الحكمة عشان استثمار السعودي يخش عليها حتى لو أقل آه أقل شوية لكن نفس النموذج يعني حتى لو قلنا رأس جميلة اللي كان عليها كلام هي أقل في المساحة بس ممكن يبقى نفس النموذج استثمار ضخم السعودية آه استثمار ضخم تتنازل على الوداية تحويلها استثمارات وضخ أموال جديدة في هذه الاستثمارات فيحصل انت عاشا في السوق أو البرصة المصرية ككل نعم يعني أنا ذكر عزم السعودية إعلانيها تحويل ودائحة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات نرجع تاني وزي ما حضرتك قلت بس بالتفصيل يعني حتى للمشاهد الغير متخصص هيعود على البرصة المصرية أو الاقتصاد القومي بإيه يعني هنشوف إيه؟ هدي حضرتك المثال حي طبعا كان فيه رغبة في السعودية لشراء المصرف المتاح منذ سنوات وكان الرقم المتحدد لسعره اختلف الجانبين على تسعير الدولار يعني السعودية عايزة تشتريه بسعر الدولار اللي كان موجود في السوق الموازية ما بين 60 جنيه إلى 70 جنيه فبالتالي المئة مليون دولار اللي هتحطهم يساوي 600 مليون دولار على أساس 600 مليون جنيه على أساس السوق الموازية السوق المصرفية كانت 31 فالجانب المصري كان عايز يسعر بهذا السعر فالمئة مليون تبقى 300 مليون جنيه فالرقم فارق كتير جدا ما بين السوق المصرفية والسوق الموازية فبعد حل سعر الصرف ومرونة سعر الصرف الموجودة حاليا اعتقد ان هذه الصفقة ممكن تتم السعودية عانيها على قطاعات كتير جدا في مصر اما قطاع البنكي قطاع الشركات الأسمدة في قطاعات كتير القطاع العقاري في قطاعات كتير جدا هي بص عليهم لذلك انا بتوقع مع تفعيل هذه الاتفاقية نسمع عن ضخص مرض كتير من جانب السعود في اكتر من قطاع في دعوة هذه المتغيرات المستثمر في البورسة يسأل ما هي الاسهم المتوقع عرضها لاستحواذات خليجية لفترة القادمة وخاصة السعودية هذلك قلت لي كذا قطاع دلوقتي بس لو هنحدد كم قطاع بعينه انا بتوقع قطاع الأسمدة وقطاع البنوك دول من اكثر القطاعات اكثر القطاعات اللي ممكن يقعها لان كمان البنوك بتعبر عن حالة الاقتصاد والأسمدة قطاع بيصدر وانتاجيته عالية وارباحه عالية والنموه اللي ارباح عالي جدا صحيح هم قطاعين واعدين الأسمدة والبنوك اكيد من اكبر القطاعات الواعدين قطاعين دول هيخش عليهم بشكل جديد نعم يعني بشكل نعام أستاذ وائل هل حضرتك متفائل بالبرصة المصرية فيما تبقى من فترة هذا العام ولا شايف التوترات الجيوسياسية هتأثر سلبا على السوق بص التوترات بقالها فترة ومع ذلك السوق اشتغل كويس صحيح يعني يمكن من أول أكتوبر الماضي السنة اللي فاتت لما بدأت الأحداث ما بين إسرائيل وحماس في غزة السوق تعرض لهزة كبيرة صحيح وبعدين بعد كده اشتغل ورجع تاني حقق قمة تاريخية في الربع الأول آه يعني من اقلقش وصلك مش قال في ذلك كل هذه توترات الجيوسياسية من اقلقش على السوق بقى والسوق رجع عمل قمة تاريخية في مارس الماضي عند 34 ألف نوضة وبعدها حصل جاني أرباح عنيف أعتقد أن دي سمات لاتجاه الصعد أن في كل اتجاه صعد تلاقي عمل جاني أرباح عنيفة تطلع البيع الخايف تدخل مشتري جديد يرجع السوق يشتغل ويبني نفسه ويعمل رقم جديد أنا شاف أن احنا تجاوزنا فترة جاني الأرباح ودلوقتي فترة بناء موجة جديدة هنتخطى فيها ل 34 ألف بس كنا محتاجين أنباء مشجعة زي خبر للإستثمارات السعودية ده ده أنا شايفه خبر قوي جدا فعنا محتاجين أخبار مشجعة عشان نبني مجسع عائدها جديد نعم في رأي متخوف من البورسة أستاذ وعالي يعني وشايف أن الاستثمار في الذهب هو الحل الأمثل كما لا زي آمن زي ما احنا بنقول في دوق تصاعد الأحداث في العالم كله هل حضرتك مع هذا الرأي الاستثمار في الذهب؟ استثمار طويل الأجل في الذهب أفضل من البورسة طويل الأجل آه لكن قصير الأجل البورسة هتوباء أفضل طويل الأجل مدته قد إيه؟ يعني ما يقلش عن إيه؟ عن 3 سنين 3 سنين آه ده هيعمل أرقام أحسن البورسة نشايفه قصير الأجل هتوباء أفضل تمام بس عايزة مجسفة زي ما احنا بنقول يعني أو قرار أبصي حضرتك كلما زادت المخاطرة زاد العائد طبعا دي قعدة فكلما أنت هتخش في مخاطرة أعلى لازم تطلب عائد أعلى صحيح فأسواق المال في بعض الأسهم حقاها خمس أضعاف وست أضعاف في السنتين الماضية صح شوفنا وأسهم كبرى أسهم قوية حقاها خمس أضعاف وست أضعاف ده ما عملش خمس أضعاف زي طلعت مصطفى؟ طلعت مصطفى عمل فعلا أكتر من خمس أضعاف سعود من منطقة 15 جنيه لغاية 90 جنيه ده حوالي ست أضعاف صحيح كبير نعم تنصح المستثمرين أيضا يستثمروا في قطاعات وأسهم إيه في البرصة الفترة المقبلة؟ إيه أهم قطاعات الممكن يستثمروا فيها؟ لازم يكون في القطاعات اللي بتستثمر فيها السندي وخصوصا السندي العربية لأننا شايف دخول من السندي العربية على السور المصري صحيح فلازم أستثمر في القطاعات القوية أنا برشح لرأسها الأسمدة البنوك لسه البنك التجاري الدولي معاه مزيد من الصعود وهيأثر على بقية القطاع ولو حصل أنه في صفقة مع السعودية في قطاع البنوك هتأثر على القطاع كله لأنه ما بتتم بصفقة في أي قطاع بقية القطاع بيتأثر بالتسعير اللي تمت عليه الصفقة فأنا بقول الأسمدة والبنوك حضرتك ذكرت أسه زوائل يعني القطاع الأسمدة أكتر من مرة ماذا؟ معدلات نموه عالية جدا خلاص أنت بقيت بتصدري بشكل كبير حتى لو بتورد للسوء المحلي السوء المحلي بدأ يرفع أسعاره فأسواء محليا أو طب أزمة الغاز مش هتأثر على شركات الأسمدة؟ أثرت الشهرين اللي فاتوا لكن الخمستاشر شحنة اللي احنا اتفقنا عليهم غاز شحنة غاز ديها هتكفي نصف سنة تاني وبعد كده استكشافة أو بار الغاز اللي موجودة في مصر هترجع للعمل تاني بعد سداد مستحقات الأجانب أنت كان مشكلتك مع الأجانب اللي هو مستحقات بقالها 4 سنين كنتش عارفة تسدديها مع سداد هذه المستحقات الحقول دي هترجع للعمل تاني وبالتالي هيرجع تاني يدخل غاز في السوء المحلي نعم فهو قطاع واعي زي ما حالك قلته هو مستمر مستمر لأنه ما فيش حد بيستاني عن الأكل طبعا فالأسمدة هي عنصر من عناصر العمليات الزراعية اللي بتجيب بعد كده أكل صحيح نروح لنقطة تانية مهمة جدا التضخم متوقع يزيد تأثر بزيادة أسعار المواد البترولية وعدد من الخدمات الحكومية هل قيمة الجنيه ممكن تنخفض أكتر الفترة الجوية؟ هل إيه؟ قيمة الجنيه ممكن تنخفض أكتر الفترة القادمة؟ التضخم الأولى أنا عايز أتكلم إحنا عندنا في مصر التضخم بيتأثر بعملين مهمين جدا نعم عامل حضرك زكارتي وهو التسعير الحكومي الحكومة بتصدر بعض القرارات بتسعر الكهرباء بتسعر البنزين فده بيرفع التضخم نعم الحاجة التانية سعر الدولار إحنا 70% من الاقتصاد المصري بيعتمد على الدولار صحيح فكلما سعر الدولار يعلى التضخم يزيد ومعالجة التضخم بواسطة سعر الفايدة ده معالجة غلط لأن في مصر بالذات ما فيش علاقة ما بين التضخم وسعر الفايدة سعر الفايدة أنا بعرفاه عشان لما يكون عندي طلب في السوق زيادة أمتص هذه الأموال لكن إحنا عندنا تضخم حكتي دولار وقرارات إدارية فإذا لازم أعالج الاثنين دول مش أعالج بسعر الفايدة فعشان كده أنا رأيي أن زيادة سعر الفايدة بشكل كبير مش مطلوبة حالياً في الاقتصاد المصري نعم صحيح بينتبع أيضاً ارتفاع الفايدة لأزون الخزانة المصرية تأثراً بخروج الأجانب المتزايد من أدوات الدين بسبب التوترات الجيوسياسية كما نشاهد شاهد حضرتك ده إزاي وهل ده ليه تأثير على البرصة أو الاقتصاد الكلية؟ هو ليه تأثير في المقام الأول على ما يسمى بمرونة سعر الصرف اللي تكلم عليها سندون بقى آه طبعاً أنت عندك دلوقتي فيه أجانب بتخرج فيه توترات في قناة السويس فالإراد بتاعها قل فمنطقي جداً أنه الدولار يزيد لو ما زادش ده غير منطقي فمنطقي يزيد لذلك بدأ يزيد في الأسبوع اللي فاته اللي قابليه تأثراً بخروج الأجانب وطلبهم على الدولار عشان يحولوه وأنا بقول إحنا مش عايزين نغلط نفس الغلطة اللي غلطناها من كذا سنة إن إحنا ندعام لهم سعر الدولار وصد الجنيه ونسيب سعر الجنيه وصد الدولار أو التسبيت لكن رافع سعر الدولار ده صح في الوقت الحالي عشان الأجنبي يخرج بسعر الدولار غالي فمنتوقع الدولار يوصل لكامي أستاذ وائل أنا بتوقع أقصى في الفترة القادمة خمسين أو خمسين ونص خمسين جنيه أو خمسين جنيه لهذا العام آه زي ما بدأ في التعويم يوم ستة مارس أول سعر تحط على الشاشات كان خمسين ونص في ستة مارس لما حصل التعويم بعدها بدأ ينخفض لتسعة واربعين تمانية واربعين سبعة واربعين فأنا بقول خمسين ونص في المنطقة دي هتوبع حتى المنطقة اللي الأجانب دخلوا بيها صحيح فما يخرجش كسبان في الدولار وكسبان في سعر الفايدة صحيح بس ده يدعم يا أستاذ وائل البورصة يعني مع ارتفاع الدولار البورصة بتزيد صحيح على طول بيسعاره خاصة الشركات اللي بتصدر ده طبعا الشركات اللي بتصدر بجانب أن بيبدأ المتعاملين ياخدوا البورصة وعاق للتحوط ضد التدخل صحيح فيقول لك أشتري أسهم زي ما بيشتري أي أصل دهب عقار فبيشتري أسهم بتبقى بعاقل التدخل وعاقل التحوط نرجع للبورصة وأسهم المليم اللي حضرتك خاصتنا بيه هنا في أرقامه أسواق بانفراد عن تعديل إدارة البورصة بعض قواعد التداول من هالمليم وده اللي حصل بالفعل الأسبوع اللي فات لو تقول لنا بتفاصيل أكتر قرار البورصة في هذا الشأن ونشرحه للمشاهدة غير متخصص أستاذ وائل في البداية أنا بشكر الأستاذ أحمد عبد الرحمن رئيس البورصة طبعا هو فعلا نخصنا بالموضوع ده صحيح من شهر كنت اتكلمت معاه وأنا أكتر واحد بيهاجم المليم ده بالي سنة منذ إصداره ماينفعش نقزم البورصة المصرية ونصعر بالمليم المليم ده ملغي من سنة الثمانين بقرار وزاري مش موجود في الحياة ده الجنيه مش موجود صحيح يبقى صعر بالمليم فإدارة البورصة بشكر رئيس البورصة ومجلس إدارة البورصة إيه اللي حصل إنه بدأ يعدل في تسعير الأسهم اللي هي بجنيه وباتنين جنيه نعم الأسهم اللي تحت الجنيه فقط هي لها تتعرض ليه المليم لأن الواحد في المية فيها يبقى إرش وفيها أكتر يعني لو سن بجنيه الواحد في المية إرش نعم طب لو بخمسين إرش الواحد في المية إرش اتنين في المية فالأسهم اللي تحت الجنيه فقط هي اللي هتسعر بالمليم نعم لكن اللي فوق الجنيه كلها هتلغى منها المليم وده كده خمسين في المية من المشوار لأننا قبل كده اللي تحت اللي اتنين جنيه بتسعر هي اللي بتسعر بالمليم نعم فدلوقتي خلناها اللي تحت الجنيه وبخمسين في المية لغنية آه فعلا 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 فده كويس برد ده كويس ونتبع بقى السوق رد فعل السوق هتبدأ تنفذها من يوم الحد هنتبع رد فعل السوق السوق هو لا هيقولك القرار ده كويسة يعني حضرك بتطالب إلغاء المليم تماما حتى تحت الجنيه؟ نهاية ما بقاش فيه مليم خالص المباردات؟ بقزم البورصة خلي بال حضرك بقزمها لما أتكلم عن المليم الحاجة التانية لما تحط المليم القرش ساغ فيه عشرة مليم فهيعوق صعود السوق إنه كل مليم وفي أدوشم عروض 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 فعشان تطلعي قرش ساغ محتاجة مجهود كبير جدا بس فيه رأي آخر بيدعم المليم بيقول إن المليم بينشط السوق لأنه بيدعم الأفراد خاصة مع الأفراد ما بينشطش السوق أنا بتعامل في السوق أكثر واحد أنا بدير محافظ فالمليم بيضع بيقزم زي ما حدك قلت صيغة حلو عشان تطلعي قرش ساغ محتاجة مجهود كبير جدا وتنفيذات كبيرة جدا عشان تطلعي من مثلا خمسين قرش ومليم خمسين قرش واثنين مليم خمسين قرش وثلاثة مليم يعني حضرك عايز تقول بيخلي حركة السهم تقيلة شوية جدا جدا انت عشر دوشم في السكة عشان تطلعي قرش في حين في النزول بتنزلي بالسبعة تمانية ساغ بسهولة جدا عشان تطلعيهم تاني محتاجة سنة بتنزليهم فيه في مثل كده بلدي يعني أو شعبي مثل شعبي بيقول اللي تعملوا النملة في سنة ياخدوا الجمل في خوف لا صح فالأنت يعطي تبنيه في سنة يجي يوم واحد بيطير كل ده ويرجع ينزل تاني صحيح صحيح رأيك صحيح البرصة أيضا اقرت المراجعة نصف سنوية للمؤشرات اقرأت حضرتك للمراجعة دي أستاذ وقال المراجعة بتتم مرتين في السنة في يناير وتبدأ تطبيقها من فبراير وفي شهر سبعة ويبدأ تطبيقها من شهر أغسطس فاحنا هيبدأ تطبيق بدأ التطبيق فعلاً واحد أغسطس اللي هو مبارح في بعض الأسهم خرجت من المؤشرات وبعض الأسهم داخل المفاجأة اللي أنا اتفاجئتها في التعديلات إن تم تعديل مؤشر الشريعة الإسلامية رغم إنه لسه طالع من شهر لسه جديد من شهر وتم تعديله وأنا بعتبر ده إجراء جيد إن إدارة البورصة بتتابع بشكل جدير يعني هي بتعمل التطوير وبتتابعه فده لذلك برضه بأكرر أنا كنت أكتر واحد بهاجم إدارة المنظومة سواء إدارة المورصة أو إدارة الهيئة فدلوقتي بقى فيه متابعة وفيه تطوير سابقة دلوقتي أنا شايف الإدارة الجديدة اشتغل بشكل احترافي صناعية السوق فعلاً فلذلك هو بيطور وبيعمل إجراء وبيرقبه بيعمل update كل شوية آه فكونوا يطلع الشهر اللي فات بمؤشر الشريعة ويجي الشهر ده يعدل فيه ويحط ساهمين يدخلوا وساهمين يخرجوا صحيح ده إجراء جايد طبعاً على ذكر مؤشر الشريعة إيه رأي حاضرتك فيه أساس ويل هو طبعاً منتج مطلوب المنتجات دي مطلوبة لبعض العملاء اللي بتتعامل في السوق فيها عملاء يقولك أنا ما أدخلش في السوق غير إسلامية أو لا تتبع الشريعة الإسلامية صحيح فمنتج مطلوب لجذب المستثمرين جدد تمام لذلك المنتجات دي كلها موجودة في الأسواق التانية الخلايجة فاحنا السوق أقدم سوق مصري أقدم سوق في المنطقة فلازم تكون موجودة فلازم يبقى السوق المصري فيه كل حاجة في فرايتي انت يا حضرك كنت رابع برصة على العالم انت يا أقدم السوق في المنطقة سواء أقدم السعودية ودبي وابوزابي وكويت كل الأسواق دي احنا سوق عمره 125 سنة تقريباً فلازم يبقى فيه كل حاجة الكرارات برضو لحضرتك يعني بتطالب بيها رئيس البروسة المصرية وحضرتك أسنيت على أداءه وشكرته يعني بتطالب بإيه يكمل جيميله معنا في المليم ولا في إيه لا في الجلسة المزاد الجلسة اللي بتوع في نهاية السوق في نهاية السوق حضرتك بتطالب إلغاءها ولا تعدلها لا إلغاءها إلغاءها شوفها حضرك احنا بنشتغل من الساعة 10 لغاية الساعة 2 وربح يعني بنشتغل 4 ساعة وربح السوق بيفحط فيهم ويشتغل والعملة بتشتري وبيتبيع في 4 ساعة وربح يجي يلغي كل 4 ساعة وربح كإقفال وكشغل ويعمل 5 دقايق جلسة مزاد الساعة 2 وربح أو 2.5 اللي عليها بيتحدد سعر إقفالات المؤشر أنا رأيي إن عدد ساعات التداول قليلة يعني أنا رأيي إنها تزيد شوية ممكن مع التطوير اللي بيتم يبدأ بدل الساعة 10 يبدأ الساعة 9 حضرتك بتؤيد رأيي السوق دلوقتي الشغل يبقى كتير فممكن أن كنت يزاودي الوقت ده هيبقى إيجابي بس لازم إعادة النظر في جلسة المزاد أنا بسميها جلسة الساحر المؤشر يخش أخضر يخرج أحمر المؤشر يخش الجلسة أخضر يخرج أحمر أو العكس المؤشر يخش الجلسة دي أحمر بعد أربع ساعات شغل يجي في خمس دقايق اللي بختار إزاي ده فيه جلسة من الجلسات السوق بعد ما كان نازل متين نقطة دخل جلسة الساحر دي خرج زايد ألف نقطة زيادة فهي سحر فعلا فخمس دقايق في حين الأربع ساعات وربع نتج عنه من السوق النازل فلا لازم إعادة النظر فيها لا لازم قبل أن ننتقل لفقرة ساهم الأسبوع مع حضرتك المشاهدين اسمح لي أستاذ وائل أعرف من حضرتك رؤية حضرتك للاقتصاد الإماراتي بشكل عام وأسواقه المالية بشكل خاص في ظل زيادة أسعار المواد البترولية الاقتصاد الإماراتي إيه دا لقدر يخرج من الارتباط بالبترول صحيح اعتماده على البترول فقط يعني كل الناس اعتماد على البترول وده جيد جدا للأجال القادمة ساب لهم سروة في بطن الأرض صحيح ما بيطلعهاش كلها وبدأ يستخدم التروج السياحي وتكنولوجيا والزكاة الاصطناعي الحاجات دي كلها بدأ يجي منها إرادة للاقتصاد الإماراتي ويقلل اعتماده على البترول ويسيب البترول سروة للأجال القادمة في بطن الأرض وبدأ يطور كمان سروة الأجال القادمة إنه يستثمر خارج الحدود النهاردة الإمارات بتستثمر في كل حتة في العالم الصندوق السيادي الإماراتي بيستثمر في كل حتة في العالم في الموانئ خاصة أصدقائي في كله حتى عندنا في مصر طبعا في حجم كبير من السمارات الإماراتية في الموانئ وفي قطاع الأسمية وفي حاجات كتير فأنا شايف إنه هو ده فكر وتطور إنه ناسيب للأجال القادمة صروة في بطن الأرض ونمّلهم الصروة اللي فوق الأرض بالإمارات المختلفة صحيح خطة في خطة في تطور باين جدا جدا واضح ورد في علاقة دايما هيبان على أسواق البورصة البورصة منذتها إنها تسعير ومؤشر بتأشرب لحالة الدولة وقوة الدولة وقوة الاقتصاد لأنه هو كلمة البورصة مرقاة للاقتصاد حقيقية بس هي تبقى عايزة تعديل شوية البورصة مرقاة لرؤية المستثمرين للمستقبل فلوانا رؤية المستثمر المستقبل إيجابية هتنعكس على البورصة لها بتطور صحيح وده بمشوفه في كثير من الدول